السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة افلام شامن الفيديو ديال اليوم سنتحدد فيه على مشروع تربية الارانيب كيف كانت تشوفوا ان هذا شهر تقريبا بشريت المجموعة ديال الارانيب هي قليلة وقلت باش نبدأ هاد المشروع ونشوفوا ما تصير الله متمنوا باش يسخروا انا درت ليهم واحدة المحاله صغير كانت جريبة فاسميته هنا عندي في الفيرمة كانت جريبة وهاد المكان هو تقريبا فيها سبعة متر ونص على ثلاثة متر ونص ودورته كله بالقرياج القرياج اللي عنده انفتحات صغار هلاش باش نحميهم من القوارض خصوصا القوارض لان القوارض كي يتعدوا على الوليدات الصغار اللي كي تزادوا لسميتهم كي قتلوهم فانا فضلت انني ندير القرياج من الجيهات الأربع الجيهات ديال ديال ذاك المكان وحتى من السقف من الفوق من السقف يعني محميين من كل جهة ابتديت شريط سبعة ديال الأرنبات انتوا انتوا واحدة الأرنب داكار واحدة في ومراه ولدات لنجو توقي لو واحدة في ومولدات تقريبان ولكن ما توليها واحد جوج لوما تلعتها كوك الخرارة بقين هذا مشروع غير مكلف بس خصوصا بالنسبة اللي عنده المكان اما بادياء اولا فيرما اولا عنده مكان متسع في السطح في الدار عنده الدار فين يدير اسميته في السطح خصوصا في السطح اما التحت فالريحة ديالهم خيبة ما كان لاش يديرهم بنادي اللي ما عندوش اتساع حتى في السطح لا صعيبة لانه وكيكون الحال سخون والاعرانيب كيف كان عارفو ما كيصبروش الجوي لكان حار فكيف كتشوفو فهو مشروع غير مكلف الى عندك المحال عندك في ندير فهو مشروع غير مكلف وكيف كان عارفو فهو الارنباء فهي كتولد تقربا سبعة الى الثلاثمانية مرة واحدة سبعة الوليدات سبعة ديال الارنبات كتولد فإلا كانوا مثلا عندك عشرة ديال الارنبات فعندك واحد المعدال ديال خمسين ستين أوليد غدي بقولك فهذا مشروع مربح جدا ولكن تريد شوية ديال نظافات تريد شوية ديال ينقلهم يطلبهم يعطيهم المكلة متنوع شوية فيعطيهم الفصا يعطيهم الخبز اليابس يعطيهم إلا كانت شي حاجة ديال اسميته القماح ولا شي حاجة اللي كان الخضار خصوصا الخضار يعطيهم حتى الخضار إلا كي نرهم زيانة إلا كانت متنوعة فهما كي فكت كتعونهم فكنت تمنى أن هادا الفيديو آآ يفيد بعض الناس فهو مشروع مشروع مهم مشروع مربح وغير مكلف ويقدر يبدأه اي واحد اي شخص يبدأه خاصة يكون عنده يرفين يديرهم وصفين فين يديرهم كنتمنا باش هادا الفكرة دي تكون مفيدة لبعض الناس و إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عنينا باللايك والتعليق والاشتراك اللي مازال ما تشتركش عندي فالقناة تشترك باش تحفزونا باش نستمرو نديرهم الجديد وشكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم